سمر من مساحتنا الاجتماعية إلى مساحتنا الطبية لليوم ورح ننتقل لنصلت ضوء على ارتفاع الضغط الشرياني أو التوتر الشرياني ما هي؟ معدلاته الطبيعية بالأرقام وهل تختلر لدى المرأة الحامل بفترة الحمل طبعاً وبأي نوع من الأجهزة بتم قياس الضغط الشرياني أو التوتر الشرياني أسبابه وتأثيراته على موعد الولادة وأيضاً أحياناً بيعلق بطريقة الولادة كل الأسئلة التي جاوبنا عنها الدكتور أكرم الأحمد اقتصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقام يا سيد صباحك دكتور يا صلاح الفل سيدتي يا هيا يا صلاح النور دكتور خلينا نتعرف على ارتفاع التوتر الشرياني ما هي معدلاته الطبيعية وما يختلف بين المرأة الحامل والمرأة الغير حامل تماماً سيدتي هلأ هو موضوع جداً هام الحقيقة خبرية حلوة لحسنا الحظ أنه هو نسبة الإصابة فيه تكون قليلة ولكن لمصابات فيه إذا لم يتم الانتباه والتدبير الجيد اختلاطاته الجنينية والوالدية اختلاطات جداً جداً بشعة هلأ الضغط الشرياني كل واحد منا في ضغط إجباري يلي منقسه بجهاز الضغط تمام؟ طيب هلأ نحنا منقول للضغط الطبيعي 12 على 8 مفروض ما يطلع أكتر من هيك هيا عم نحكي بشكل عام هلأ منجي للمرأة الحامل هلأ إذا منلاحظ الشغلة إنه أغلب البنات والسيدات بأول عمرهم بيكون ضغطن واطي لحسن الحظ تمام؟ وهي رح قولة ليش لحسن الحظ طبعاً هن شوي برفعوا الضغط للرجال فليحسن الحظ هن ضغطن واطي هلأ هذا بيحميهم أكتر أنا بقول أثناء الحمل بيحميهم أكتر وبنلاحظ شغلة تانية إنه أثناء الحمل الضغط الشرياني كمان عند الحامل ممكن ينزل شوي هلأ منقول شو السبب برجع إلى ارتفاع الضغط الشرياني منقول هو إذا هلأ افترضنا أنا وياكم إجت حامل لعنه وبدن ننتبه لرقم قبل الأسبوع 20 يعني قبل الشهر الخامس وبعد الأسبوع 20 هلأ إذا أجت لعنه هي بعد الأسبوع 20 وإصنال ضغطها لأول مرة طلع ضغطها 14 العالي منسمي الأنقباضي على 9 هلأ إذا طلع بهذا الرقم نحن منحط على إشارة استفهام مهمة منستنى فاصلة أربع ساعات ومنرجع منقيسها مرة تانية ممكن منقيس مرة تالتة إذا طلع 14 إذن هي مريضة ارتفاع الضغط شرياني هلأ منميز بيناتهم شو يعني مزمن وشو يعني حملي هلأ إذا بالقياس الأول إجت هلأ الحامل قدامنا أنا وياكم أخذنا لضغطها طلع فوق 16 على 11 ما بقى في داعي استنى أنا وياكم لقياسات متكررة نعم لأ خلص اتصنفت إنه هي مريضة ارتفاع التوتر شرياني هلأ برجع بقى للسؤال إنه التصنيف هون نتعودين أنا وياكم ومشاهدين على لغة الأرقام والكلاسيفيكيشن والتصنيف هلأ بدي حطه بقى بالتصنيف لها الحامل أنا وياكم كيف إنه إذا صار هذا الموضوع عند الاتفاع هذا الضغط الشرياني إذا ما كان موجود عنده قبل أو ما شفنا قبل الأسبوع وعشرين لأنه يفترض أنا برأيي الشخصي كل حامل لما بتزور طبيبة نسائية أهم شغل تاني نعملو بعد الاستجواب قياس وزنة وقياس ضغطة طيب هلأ نرجع بقى للتصنيف إنه إذا كان هي بقصتها قبل الأسبوع وعشرين قبل الشهر الخامس ارتفاع توتر شرياني منسميه مزمن أو إذا كان عنده مرض ضغط قبل ما تحمل صار اسمه ارتفاع توتر شرياني مزمن أو بقصتها الحملية السابقة إنه أثناء الحمل بيطلع ضغطها وبعد الحمل بيرجع بينزل ضغطها للطبيعي أو قرب الطبيعي منسميه ارتفاع توتر شرياني مزمن هلأ هون الانذار بين ارتفاع توتر شرياني حملي وبين ارتفاع توتر شرياني مزمن هون الانذار يختلف بشدة وهون ما رح نلاقي هلأ بالبرنامج أنا وياكم إنه في كتير اختلاف بين التوجهات الأطباء لهذه الحالات أي حالة يجب علاجها أو أي حالة لا يكتفي بوراقبتها أو بتوصيات أو بأدوية بلا 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 هلأ بتمروا معنا نعم دكتور يمكن ذكرت نقطة كتير مهمة وعن جد هي شائعة لأنه أي فتاة عم تيستغطى تقول أنه عم يطلع ضغطي عشرة يعني هو وبيكون ما فيها شي حتى ما أنا حاسة بدوخها أو شي فهذا يمكن مثل ما ذكرت أنه هو طبيعي هل هي بسعر بانية أي يعني منيح هذا الشيء طبعا طبعا قد يشربنا بيحب الأنثة دكتور يعني يمكن بفترة الحمل ممكن يرتفع شوي يمكن أنت أنه هذا الشيء بيساعدنا ويرتفع شوي بس ما بيرتفع للحدود يلي هي بتكون خطيرة أو مرضية على المرأة الحامل هلأ فيه جهاز معين للمرأة الحامل لا الضقة لنقدر نحن نقص لضغطه بشكل دقيق مو جهاز الضغط العادي ولا لا نحن فينا ناخد النتيجة الدقيقة من جهاز الضغط العادي مرسي سالي على السؤال جدا مهم وأرجو الانتباه بشدة هلأ إذا بدنا نقص الضغط عنه لأن الحامل الدعمنا بدنا نقص الضغطنا وياكم عنا جهاز الضغط الزئبقي يلي هو أدق جهاز ضغط لقياس الضغط الشرياني عن كل البشر طبعا ولكن بده شوي إذن خبيرات تتمرس بالموضوع هلأ بحقول نقطة هامة كتير سهلي سألتني إنه لما بتجي إنه البنت بتقولك إنه ضغطي عشرة والواطي دكتور بيطلع ثلاثة أربعة إلا ما عليش يطلع ثلاثة أربعة بس هون شو الفرق إلي ما عم نقيس الضغط الشرياني نحنا في كتير منهم بسبب تركيبتهم الوعائية ونحنا عم نسمع بالسماعة عم نتلاقي ضغطهم إسا عم ينزل الأربعة للثلاثة للاثنين نحنا عم نسمع آخر دقة هون نحنا منوقف عنده ومنقول نكتفي بسماع صوت الخفوت بمعنى عم سمعت أنا الضغط طلع الضغط العالي عشرة عشرة ومص وبلش أستاتني عم نسمع صوت النبض على السماعة منقول لحالي بس لما باخد اللحظة يلي فيها خفت الصوت تماماً بقول هدا هو الضغط الأنبساطي تمام؟ إذن لحظة خفوت الصوت هلأ جهاز الضغط الزق بقي هو إدق جهاز بنجي بقى على الأجهزة الثانية يلي هي الإلكترونية سواء يلي هون على الكوع تمحط أو على المعصم هلأ أخر توصية لمنظمة أطباء القلب الأميركية والبريطانية الحقيقة بتقول أنه أجهزة المعصم أنه يجي بعدها مستعمالة بقى تمام؟ إذن نكتفي بقى بجهاز الضغط يلي على المرفق هون وهلأ رح نقول الطريقة المناسبة تماماً للحامل نعم أنه بتجي بتقعد محلك سالي بالعيادة بوضية سهلة فيكم بتجي بتقعد محلك بدأ تكون بوضعية جلوس وناخده بالطرف الأيمن والطرف الأيمن بيكون على سوية القلب لنشوفوا قديش الدقيقة قديش طريقة هون مهمة لأنه إذا مناخد لها لنفس الحامل منسطحها على جنبها ومناخدها بيطلع الضغط أقل حوالي درجة ونص فممكن هون بنرجع للتصنيف إنه بنرجع إنه بقى هل هي مريدة ارتفاعة وترشارية وإذا نزل هالدرجة ونص فإذا هذا القياس بده يتم بهذه الطريقة بالعيادة منقول يجب أن يتم القياس بمرتين ورح نحكي شغلة حلوة كتير أنا وياكم في شي اسمه تناظر الثوب الأبيض يعني يفترض الروب اللي بيلبسه الطبيب والممرضة فمنلاقي المريضة وهي قاعدة بغفية الانتظار ولبين ما تفوتل عن دكتورة القلق طبعا ممكن يرفع ضغطها درجة درجة ونص فإذلك منروح لشغلة جدا هامة يلي هي اسمه المراقبة الذاتية يعني هي ترائب ضغطها ببيتها ما في أروأ من هيك حالي لقياس الضغط أنا بفضل شغلة أنا بفضل شغلة إنه بالعيادة الممرضة تقيس ضغط المريضة وليس الطبيب بنرجع لعامل القلق والترقب وإنه الدكتور شو بدي يقلي وشو بدي يخبرني بلا 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 من هاد الكلام فبتلاقي ممكن نطلع ضغطها درجة درجة مصد 2 سواء انقباضي ولا انبساطي طبعا نحنا اللي بنرفع ضغط قدن نفسي يهم بتأثر دكتور خلينا نحكي دكتور السيدة اللي صار معه ارتفاع توتر شرياني بس هي قبل يعني قبل ما تتزوج يعني صار معها هاد الشي طيب بعدها نتزوجت ممكن تسألع امكانية الحمل اذا معها هي ارتفاع توتر شرياني خلينا نسألع هذا الموضوع وقداش فيه خطورة على صحتها وصحت الجنين وحتى بعد الولادة هل فيها هي تردع طبيعيا ولا لا تماما تماما هل فيها ادوية هلأ هون كأنه دخلنا بالتصنيف حكينا انه هو ارتفاع توتر شرياني مزمن طيب سؤال كتير مهم رح تقليلي ليش السبب انه هو كأنه دخلنا بالحمل المبرمج بمعنى انه يعني اي وحدة نويت تحمل هلأ راح تعمل تشيك على حالة عن دكتورة او بتعرف انه عنده شك انه يطلع ضغطة شرياني هلأ هون بتكون بقى بتفوت فورا بموضوع نعالج لضغطة ونخليه تقريبا مثل البنت او يلي بيكون ضغطة واطي تحسبا انه لشي ذكرتي ليه انه يبلش يطلع اثناء الحمل ومع العلم بدنا نلاحظ شغالين احنا انه في كتير حالات انه ارتفاع التوتر الشرياني اثناء الحمل بتكون ما فيه شي او منسميه ارتفاع التوتر شرياني حملي طفيف شغلة درجة درجة ونص 14-14 وربع على 9-9 وربع حتى هون القرار نعطيها معالجة ونعطي معالجة في كتير اخدورت بالقصة فهون منلاحظ شغلة مهمة انه ممكن تصاب بارتفاع التوتر شرياني وقتها تقريبا غير قابل للسيطرة يعني صعب كتير السيطرة عليه ما حول الولادة اثناء الولادة وحتى في فترة النفاس هلأ اذا اصيبت بأحد هاي الاختلاطات وصار عنا شي اسمون الانسمام الحملي او ما قبل الارعاج او الارتعاج يعني حسب التسميات وخاصة اذا ترافق مع بيلة بروتينية عالية يعني بالمعنى الناس اللي بسموه الزلال او البول باعلم المستوى المسموح فيه هون دخلنا بدائرة المحظور بهالحالة هاي لما بتكون هي اصلا هي مانا بتكون ادرانة تردع خاصة اذا تكون بارتفاعته وترشير يعني مقابل الارعاج وبالبروتينية عالية بلا 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 هون من الا نحن ما منصح تردع بهالحالة بس اما متى ما تمت السيطرة عليه لا يمكن ان ترجع تردع بكل يسر وقدر الامكان انه من خليه على الاقل تشفط الحليب من صدره مشان نظل في عنا آلية ثر حليب مشان لما بيجي بقى الرضيعي وليش يرضع من الصدره نعم دكتور يعني احنا وصلنا يمكن ان شاء الله يا رب هيك ما حدا بيصيبه لا الضغط ولا شي وفي حال المرأة الحامل كان عندها مشاكل قبل ما تحمر بالضغط وترافقت معها طبعا بعد الحمل وصار في مضاعفات وطبيبتان عم يشوفها فيها تعاخد الادوية الضغطية اللي كانت تاخدها ما قبل الحمل تستمر فيها ولا لا نحنا نغير ماشاء الله عليكم انا سريد نادي لكم زميلات الاطباء انا مشكركم لكم لفريق الاعداد الانيوي يعني لانه سؤال جدا مهم لا ادوية الضغط اللي تعطى اثناء الحمل باغلب الحالات هي قبل اللي تعطى قبل الحمل نعم تمام فلذلك منلاحظ شغلة انه كتير مثلا في صد ورد على موضوع المدرات انه تاخد مدر الحامل انه بينشف مية الرأس ابحاث كتير انا شخصيا في مريضات طريت اعطيهم بعد نقاش طويل عريض مع زملاء عدة زملاء اطباء لحالات معينة يعني اطباء قلبية وانه القرار كان على مسؤولتي انه اعطيهم مدرات لحتى نقدر نفوت بالحمل بقول اخذ صد ورد طبعا ما تفهم المريضة نحن شو المخاطر يعني الموجودة اللي عم نشتغل فيها اوكي فالادوية مختلفة التوصيات جدا هاملة الها لهم للحامل لمعنى مختلف مثلا على التوصيات انه الراحة بالسرير هل هي الراحة مطلقة ولا يكفي راحك اربع ساعات باليوم نعم يعني راحة انه تصطيح بالسرير اربع ساعات غير راحتها العادية يعني لحامل انه بتقوم بتعمل شوي شغل بيتها بتعمل وجبة الغداء بعدين بتغدوا العيلة بتتسطح ساعة ساعة وانمصلق يلولي لا من الا في عندك اربع ساعات الزيادة هلأ في بعض الزملاء الاطباء يعني بكل بلاد العالم بيروحوا للإكستريم بالحالات الشديدة بيروحوا للمتطرفين بالموضوع بيقولوا انه راحة مطلقة بالسرير راحة مطلقة بالسرير خاصة الضغط يلي غير مضبوط يعني منجرب كل انواع الادوية ومنشارك بكل انواع الادوية تضغط يلي يسمح بإعطاءه اثناء الحمل وبالرغم من هيك بنلاقي ضغط ما عم ينضبت فبيروحوا باتجاه الراحة المطلقة بالسرير طبعا الحمياء عن الملح جدا جدا هامة بتير مريضات منقلهم بتوقفوا الملح الطبيعي تروحوا بتلجأوا للملح الطبية اللي ما بيرفع الضغط صحيح طعمته بحلوين بالأكل طعمته مانا طيبة ولكن لسلامتها هلأ منقول عن موضوع الوزن وخاصة اللي عندن زيادة وزن منقول نحنا ما منحاول انه أثناء الحمل ننزل لها وزنه بس على الأقل انه نتجنب يطلع وزنه بشكل عالي نعم تمام هلأ في منن في منن من الحمل المبرمج اللي جاءنا سألتوني عنه قبل شوي اللي عنده منقل معي 3-4 شهور استني بعدين خلي إن شاء الله يصير في حمل ومنأكد وقت خاصة اللي فيه لنا من عندن عندن إصابة سابقة أو قصة حملية مع ارتفاع وتوشير يعني سابق يأتي هون تكون دراستها جدا هامة فإذا هون التدبير بهالحالة أول تدبير هو قدر الإمكان الوقاية من حدوثه هلأ إذا حدث إنه نخليه بحده الأدنى مع إثهام المريضة إنه حميته ووزنه والراحة تبعيته والنوعية يعني من تركيبته في أملاح نوعية طعام اللي تاخده بشكل ما يأثر على لا على صحطة ولا على وارد الجنين اللي لازم ياخده منها هي فبذلك هون الموضوع جدا دقيق يدخل في دكتور القلبية ودكتور النسائية وأوقات زملاء التغذية اللي بنشتغل بهذا الموضوع مع العلم بديقول شغلة إنه سألتيني من أول حلقة بالمقدمة إنه شو أسباب اغلب ارتفاع التوتر الشرياني منقلك نحن اغلب ارتفاع التوتر الشرياني منسميه كلمة بناين بناين يعني أساسي كلمة أساسي يعني مجهول السبب طيب إذا بتقليلي كيف مجهول السبب رح قللك إنه نحن بنعرف إنه لما بصير في حمل بده صير في زيادة بنتاج القلب طيب شو بيعاول جسم المرأة الحامل إنه ينقص المقاومة المحيطية الوعائية فذلك مثل إذا عنا مضخة وعنا خرطوم مي إذا نحن هالمضخة صارت الضخ بقوة ما بدنا نربيج المي أو خرطوم المي ينفزر وهيك بيقوم هو بيرتخي نربيج المي هو نفس الشي المقاومة الأوعية المحيطية تنقص مقاومته على حساب إنه القلب عم يزيد نتاجه نعم هلأ إمتى بيصير الخلل إنه زيادة نتاج قلب طبيعي أثناء الحمل طيب إمتى بيصير الخلل إنه المقاومة المحيطية الوعائية بتضل قوية شغالة ما عم ترخي لتعاود نتاج القلب ويضل الضغط طبيعي هون هذا السبب المسمي أساسي نحن ما بنعرف شو الآلية تبعيته ولكن يعتقد إنه في آليات إلا علاقة بهرمونات الحمل وبلا بلا بلا بصة طويلة عريضة هذا الأساسي في منه ثانوي بيكون مترافق مع آفات كلوية مع آفات أورام للجملة العصبية هي لحسن الحظ آفات نادرة جدا جدا هي السبب دكتور مع هالمعلومات القيمة أكيد بيكون وصلنا لخيطان فقرتنا لليوم شكرا لك شكرا لمعلوماتك وأكيد منشوفك بحلقات قادمة إن شاء الله هل سيت صباحكم أنا استمتعت كتير بها الحلقة معكم أكيد ونحن دكتور أكيد مو بس استمتعنا وأكيد استفدنا من المعلومات والنصائح يلي قدمت لنا ياها وأكيد هلأ فقرتنا طبية كانت مهمة عن كل المرأة عم بتتابع حملة إن شاء الله يا رب السلامة إلى الجميع إن شاء الله